أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لما تحقق الملك والناس براءة يوسف عليه الصلاة والسلام أرسل إليه الملك وقال أتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي فأتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام معززا مكرما محترما فلما أتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه أعجبه كلام يوسف عليه الصلاة والسلام وزادت مكانته عنده فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين مكين أي ذو مكانة ومنزلة مكين أي ذو مكانة ومنزلة أمين أي مؤتمن على كل شيء قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم الخزائن جمع خزانة وأراد خزائن الطعام والأموال على خزائن الأرض أي أرض مصر بحيث أحفظ وأدبر خزائن جبايات الأرض وغلالها أقوم بذلك إني حفيظٌ عليم قال قتادة رحمه الله إني حفيظٌ عليم يقول حفيظٌ لما وليت عليمٌ بأمره حفيظٌ عليم حفيظٌ لما وليت عليمٌ بأمره يعني حفيظٌ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء وذلك من حرص يوسف عليه الصلاة والسلام على النفع العام على أنه ينفع وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظ ولا يعد هذا حرصًا منه على طلب الولاية لا يعد هذا منه حرصًا على طلب الولاية ولهذا قال البخاري باب من رأى من نفسه الكفاية وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم فولاه ما طلب فقال الله وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ بِهَذِهِ الْأَسْبَابُ وَالْمُقَدِّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَمِثْ لِهَذَا الْإِنْعَامِ الَّذِي أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ فِي تَقْرِيبِهِ لَقَلْبِ الْمَلِكِ وَإِنْ جَائِهِ مِنَ السِّجِنِ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ أي أقدرناه على ما يريد وملكناه أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء ينزل من بلادها في عيشٍ رغد ونعمةٍ واسعة وجاهٍ عريض ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين في أعمالهم بل نجزيهم الجزاء الأوفى وننصرهم في الآخرة والأولى كما قال تعالى إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ يعني ما نعطيهم في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناهم في الدنيا ومن هؤلاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حيث ادخر الله له في الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا واستمر يوسف عليه الصلاة والسلام يُدبِّر خزائنا مصر بعدلٍ وأمانةٍ وإتقان إلى أن كتب الله جل وعلا وقعت سني القحط التي ذكرها يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤي الملك وكان هذا القحط عامًا في بلاد الشام وفي مصر فجاء إلى مصر إخوة يوسف ليمتاروا منها في سني القحط لما بلغهم أن بمصر ملكٌ صالح يبيع الطعام أرسلهم نبي الله عقوب عليه الصلاة والسلام لذلك واحتبس عنده بن يامين الذي هو الشقيق يوسف وكان أحبَّ ولده إليه بعد يوسف قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون لا يعرفونه لأنهم فارقوه وصغير حدث وباعوه للسيارة ولم يدروا أين ذهبوا به ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم ما كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه من الملك والرياسة فلهذا لم يعرفوه أما هو فعرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اعتوني بأخٍ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين لما جهزهم بجهازهم الجهاز هنا الطعام الذي امتاروه من عنده الجهاز هنا هو الطعام الذي امتاروه من عنده ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين قيل إن يوسف عليه السلام أيضا كما هو ظاهر الآية أكرم وفادتهم وأحسن إليهم لأنهم ضيوف على البلد وفي هذا مشروعية الضيافة وإكرام الضيف وأنها من سنن المرسلين فصبر يوسف وتأنّى وما حمله يعني ما صنعوا به لم يحمله على أنعاقبهم إنما أكرم ضيافتهم وقال لهم من أنتم قالوا نحن كذا وكذا وقصوا عليه القصة وأن أبانا نبي كريم من أنبياء الله وأنه وقع القحط والغلاء فجئنا نطلب الميرة وقال كم عددكم؟ قالوا نحن عددنا عشرة أشقة واثنين واحد أكله الذئب والثاني عند أبينا فتبسم يوسف عليه السلام كما جاء في بعض الأخبار فقال لهم حينما جهزهم أعطاهم ما يريدون قال أتوني بأخ لكم من أبيكم لابد تأتون بهذا الأخ الذي ذكرتم لما جهزهم حمل لكل واحد بعيرا وأعطاهم ما طلبوا من الطعام وأكرم وفادتهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين يرغبهم عليه الصلاة والسلام في الرجوع إليه أوفي الكيل يعني أتمه ولا أبخسه وأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم ثم أعطاهم شيئا من الترهيب اللطيف الخفي فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون إذا لم تأتوا بأخيكم هذا الذي من أبيكم فتوعدهم هنا ألا يبيع الطعام إذا جاءوا مرة أخرى وهم لا شك هم مضطرون أن يأتوا مرة أخرى لأن عشيرة يعقوب وأحفاده وأهل بيته يزيدون على السبعين يحتاجون إلى ميرة هذه ربما تكفيهم مدة من الزمن فإذا انتهت يحتاجون يرجعوا مرة أخرى إلى مصر ثم قال يوسف عليه السلام ثم قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يعني قال يوسف عليه السلام لغلمانه الذين كالوا لهم الطعام اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم يعني الثمن الذي اشتروا به من الميرة اجعلوه في أوعيتهم لعلهم يعرفونها أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم إذا انقلبوا إلى أهلهم فتحوا وعيتهم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون بها حسب ما طلبت منهم ما الذي جعل يوسف يفعل هذا الفعل لماذا جعل بضاعتهم في رحالهم أي نعم إما أنه ترغيب لهم وإما أنه يعلم منهم الأمانة والصدق وهم يخافون الله مهما فعلوا بيوسف فهم يخافون الله فإذا وجدوها قالوا نسينا أن نعطيها الرجل أخذنا منه بلا ثمن فيرجعون لتسليمها وإما وهو الأقرب والله أعلم أنه خشي كما قال الحافظ ابن كثير أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى نظراً لما للغلا والفقر والقحط يرجعون للميرة بها وفي احتمال الرابع أنه تذمم من أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام تحرج يوسف عليه السلام أن يأخذ على أبيه وعلى أخوته ثمن لهذا الطعام كم هذه الاحتمالات أي نعم كل احتمالات وجيها نعم احتمالات وجيها واردة ومن الاحتمالات ما أشرت إليهان فإنه أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم فإنهم إذا وجدوا البضاعة سيرجعون بها مرة أخرى لأنهم أخذوا الميرة وبقي أن يدفعوا الثمن ثم أخبر الله تعالى عن إخوة يوسف لما رجعوا إلى بيهم يعقوب قال الله تعالى فلما رجعوا إلى بيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل يعني يعنون بعد هذه المرة بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بن يمين فأرسل معنا فأرسله معنا نكتل وإنا له وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون يعني لا تخف عليه فإنا سوف نحفظه من أن يعرض له ما يكره فقال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أي تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف ومع هذا لم توفوا بما عقدتم من التأكيد فلا أثقوا بالتزامكم وحفظكم وإنما أثقوا بالله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أن يعلم حالي وأرجو أن يرحمني ويرحم كبر سني وضعفي وحزني على ولدي وكأنه بهذا الكلام قد لان لإرساله معهم فكأنهم أحسوا منه ليانا كأنه لان بهذا الكلام كأنه ستسمح نفسه بهذا الأمر وأخبرهم يعني هنا لما قال فالله خير حافظ وارحم الراحمين كان يشار إلا أنه سيليم معهم في إرساله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل من هذا الرجل هذه بضاعتنا ردت إلينا أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكي لهننا ومرنا أهلنا ولهذا قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير مرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت ونحفظ أخانا مما تخافه عليه نحفظ أخانا بن يمين مما تخافه عليه ونزداد كيل بعير بسبب إرساله معنا نزداد حمل بعير فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير فبدل من تكون الإبل عشرة تكون إحدى عشرة ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك ضرر لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت ووضحت فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي عهدا ثقيلا بالحليف به سبحانه لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أي لتردن بن يامين إلي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون على دفعه يقال أحاط به العدو إذا غلب على أمره أو هلك فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوا ببنيامين إلا أن يغلبوا عليه أو يهلكوا دونه فيكون ذلك عذرا لهم عنده فلما آتوه موثقهم أي أعطوه ما طلبه منهم من اليمين قال الله على ما نقول وكيل أي تكفين شهادته علينا عز وجل وحفظه وكفالته ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وعدد كثير مع كونهم أولاد رجل واحد قال قتاده كانوا قد أوتوا صورة وجمال فخشي عليهم أنفس الناس كانوا قد أوتوا صورة وجمال فخشي عليهم أنفس الناس وروي عن جماعة من السلف ففي هذا مشروعية التوقي من العين وقد جاء في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعيدوا بالله من العين فإن العين حق وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا والعين شيء هي نوع من الحسد ينظر الإنسان إلى الشيء اللي يستحسنه فتصيب بإذن الله والعين تكون عين إنسية وتكون عين جنية ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد والمسلم لا بأسا يتوقى من العين قبل نزولها مع ما يجب عليه من الإمام بقضاء الله وقدره وأن الأسباب الواقعة والدافعة هي من القضاء والقدر فلا يعتمد العبد عليها وإنما يعتمد على على الله تبارك وتعالى فهو خالق الأسباب ومسبباتها قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه عقوبة قضاها أخبر أنهم لما امتثلوا أمر أبيهم أن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفسه عقوبة قضاها ويشفقت الوالد على أولاده ويشفقت الوالد على أولاده شفقت الوالد على أولاده أو هي دفع إصابة العين لهم قضاها أظهرها لهم ووصاهم بها غير معتقد لهذا التدبير الذي دبره تأثيرا في دفع ما قضاه الله عليهم ثم أثنى الله على يعقوب فقال وإنه لذو علم أي يعقوب عليه السلام لذو علم عظيم وعمل بعلمه لما علمناه أي مما علمناه وقيل وإنه لذو علم لتعليمنا إياه لتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني بعواقب الأمور ودقائقها وتفصيلها ثم قال الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه يعني ضم إليه بن يامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختلى به وأطلعه على شأنه وما جرى له وأخبره بحقيقة الحال وقال له وقال له إني أنا أخوك فلا تبتأس يعني لا تحزن ولا تأسف على ما صنعوا بي وأمره بكتمان ذلك أمره بكتمان ذلك إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي لما قضى يوسف عليه الصلاة والسلام لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم ووفاهم كيلهم وحمل لهم رواحلهم من الطعام أمر بعض فتيانه بأن يضع السقاية وهي صواع الملك جاء في القرآن جاءت بلفظ الصواع وجاءت بلفظ السقاية أمرهم بأن يضع السقاية وهي كما قال قتادة إناء الملك الذي يشرب فيه إناء من فضة يشرب فيه ويكيل فيه للناس لأن الطعام كان عزيزاً غالياً في ذلك الوقت نظراً لعموم القحط وشدة الأمر على الناس أمرهم أن يضعوه في رحل بن يامين من حيث لا يشعر أحد بذلك فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون والتأذين النداء المكرر يعني نادى مناد أيتها العير وهي القافلة التي فيها الأحمال إنكم لسارقون أسندت السرقة إلى جميعهم جرياً على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد قالوا إلى أين يعود الضمير؟ قالوا أي نعم أصحاب العير عادي الأصحاب العير لهم أخوة يوسف قالوا أي أخوة يوسف أصحاب العير وأقبلوا عليهم يعني على فتيان يوسف لإبعاد التهمة عن أنفسهم ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه؟ ما الذي ضل عنكم؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا لماذا؟ أي نعم لجزمهم بأنهم برآة من السرقة ما الذي تفقدون؟ أنتم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير يعني وقر بعير من الطعام أجرة له على وجود الصواع يعني قال كبير المقبلين الذين يبحثون عن صواع الملك نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا يقول كبيرهم كبير هؤلاء الغلمان الذين يبحثون عن الصواع وأنا به زعيم يعني أنا كفيل أنا أتكفل بأن من يجد الصواع نكافئه بأن نعطيه جعالة وهي حمل بعير من الطعام فهنا أقبلوا قالوا تالله قسم فيه معنى التعجب مما نسب إليهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض أنتم جربتمونا ونحن جئنا أكثر من مرة جئنا المرة الأولى وهذه المرة الثانية ما جئنا لنفسد في الأرض استشهدوا بعلمهم يعني بعلم يوسف وأصحابي بنزاهة جانبهم وأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم على أحد الأقوال أنهم أرجعوها مرة أخرى وما كنا من أهل المعاصي ما كنا سارقين ما كنا أصلا نوصف قط بالسرقة فهي أكبر أنواع الفساد في الأرض قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين وفي هذا دليل على أن السرقة نوع عظيم سيء من أنواع الفساد في الأرض قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ما جزاؤه هذا الفعل القائلون من هم أصحاب يوسف اللهم الغلمان الذين يبحثون عن صواع الملك يقول أنتم الآن تقولون أنكم براءة من السرقة ما جزاؤه من وجدناه سارق إن كنتم كاذبين يعني فيما تدعون لأنفسكم من البراءة عن السرقة وش يكون جزاؤه فقال إخوة يوسف اللهم أصحاب العير جزاؤه من وجد في رحله فهو أي الموجود في رحله هو جزاؤه أخذ من وجد في رحله بأن يتملك هذا السارق يعني المعنى أن ذاته ذات هذا السارق تكون عوضاً عن هذه الجريمة قال المفسرون وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوهم في جزائه وأراد الله جل وعلا أن ينطق السنة إخوة يوسف بهذا الحكم اللي قال الحكم هذا ما قاله لا الملك ولا قاله يوسف ولا قاله أيضاً الذين يبحثون عن الصواع لهم الغلمان أنطق الله إخوة يوسف قالوا خلاص نحن ما سرقنا لكن لو فرض عندكم مصرين وأنتم تقولون ما جزاؤه أي واحد تجدون الصواع برحله خذوه كامل استرقوا سنة كما هو على شريعة يعقوب عليه السلام قال كذلك نجز الظالمين أي السراق بالاسترقاق كذلك نجز الظالمين أي السراق بالاسترقاق فبدأ بأوعيتهم أي أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه أي قبل تفتيشه لوعاء أخيه الشقيق بن يامين دفعاً للتهمة دفعاً للتهمة وإزالةاً للريبة لألا يظن أنها فعلت بقصد وكل هذا بتدبير العزيز الحكيم سبحانه لأن يوسف لو أذن الله له أنه يكشف أمره في تلك اللحظات لكشفها لكن بقي بقي أمور يشاء الله جل وعلا أن تحصل ثم استخرجها أي السقايا والصواع لأنه يذكر ويأنث من وعاء أخيه خلاص أنت الأمر ما دام أنه وجدت في رحل شقيق إذن هو يسترق يستمر يملك قال الله كذلك كدنا ليوسف الكيد فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي كذلك كدنا أي مثل ذلك الكيد العجيب كدنا ليوسف يعني علمناه إياه ويسرناه له فتوصل به إلى أمر محمود وهو إبقاء أخيه عنده بأسلوب لا يشعر به إخوته كذلك كدنا ليوسف فالله جل وعلا هو الذي ألهمه وعلمه هذا الأمر ما كان يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه في دين الملك لأنه ليس من دينه وحكمه أن يسترق السارق إنما لهم عند السارق جزاء آخر اللي هو ما هو المصر أنه يضرب ويغرم ضعفي ما سرق هذا جزاء عندهم فشاء الله جل وعلا وقدر أن يكون ما كان أن يأخذ يوسف بن يمين في شريعة يعقوب وليس في شريعة الملك وهذا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وهو ما أجراه على ألسنة إخوة يوسف حين نطقوا هم بهذا الجزاء فحصل مراد يوسف بمشيئة الله وتقديره ولاحظوا الآن يا إخواني إنه الآن من اللي نطق بالحكم هذا أخوة يوسف هم اللي نطقوا بهذا الحكم ليكون الأمر بعيداً عن التهمة نرفع درجات من نشاء ففي هذا رفعه لدرجة يوسف عليه السلام بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى المقصود وفوق كل ذي علم عليم ممن رفعه الله بالعلم فوقه عليم أرفع رتبة منه أعلى درجة حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وبحمده وهو علام الغيوب قال قتاده في قوله فوق كل ذي علم عليم قال حتى ينتهي العلم إلى الله منه بدئ وتعلمت العلماء وإليه يعود وحين بوهت إخوة يوسف بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم الهم فاعتذروا عن قولهم السابق لما قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين بأن أخاهم هذا قد تسربت إليه السرقة من غير جانب أبيهم وهو نبي فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان قد سرق من قبل ومقصودهم مقصودهم يوسف لكن لماذا قالوا هذا الكلام وما حد سألهم تبرئة أنفسهم وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة وهما ليس شقيقين لنا وقد كذبوا في هذا على يوسف عليه السلام كما قال الزجاج ورجحه الشوكاني وإن كان بعض المفسرين خاضوا في أمور كثيرة من الإسرائيليات وبعضهم قال أن يوسف أو ما يحتاج نذكر الإسرائيليات دعونا من المقصود لكن مما ذكر أن عمة يوسف التي أخت إسحاق كانت تحب يوسف وكان يعقوب يحب يوسف أيضا وكانت لا تطيق صبرا عليه ويعقوب كذلك فتخاصموا يعني كل واحد يريد أن يبقى العم هذه التي أخت إسحاق التي أخت يعقوب بنت إسحاق تريد أن يبقى عندها يوسف فعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق كان يلبسها ما من ذهب فلبستها ليوسف من أسفل وقالت وصاروا يبحثون عنها في البيت ما وجدوها فلما فتشوا ويعقوب معهم وجدوها مع يوسف فكانت هذه حيلة لهذه العمة أن تبقي يوسف عندها فهذا الذي قالوا أن يسرق فقد سرق أخلهم من قبل هذا على القول بين هذا خبر إسرائيلي ويكفي أن نقول أن هذا كذب أصلا أرادوا تبرئة أنفسهم قال فأسرها يوسف في نفسه يعني أسر مقالتهم هذه أنه سرق وكأنه لم يسمعها وكضم عليه الصلاة والسلام غيظه ولم يبدها لهم لم يبد لهم عقابا ولا عتابا قال أنتم شر مكانا حيث يعني آديتموني بما وفعلتم معي شر مما زعمتم وحسدتموني وأبعدتموني عن أبي لكن أسرها يوسف في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون من وصفنا بالسرقة والله يعلم أننا برآوا منها فالمراد أنه جل وعلا يعلم كذبهم في هذا وأنه ما سرق وهنا لما تعين أخذ بن يامين وإبقاء عند يوسف بمقتضى فتواهم هم طفقوا يعطفونه عليهم وقالوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نرأك من المحسنين وصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي رحمته والعطف عليه وهي حنان الأبوة إن له أبا والثاني وصف الشيخوخة صفة الشيخوخة والثالث استحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه فيشق عليه فراق بن يامين وفي كلامهم هذا ما يوضح حسن نيتهم ويعرب عن حرصهم على رضا أبيهم لسيما وقد أخذوا موثقا من الله من قبل فخذ أحدنا مكانه إذا كان هو أصغر الإخوة وهو الذي تعين عليه هذا الأمر فخذ أحدنا مكانه لأنه أصغر أولاد أبينا يعقوب والأصغر أقرب إلى الأب رقة عليه إنا نراك من المحسنين فلا ترد سؤلنا لأننا نراك من المحسنين فمثلك لا يصدر منهما يسوء شيخا كبيرا فأحسن إلينا وإلى أبينا قال معاذ الله نعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نعوذ بالله معاذا من أن نأخذ بريئا بمتهم فلا يأخذ أحد بجرم غيره فهذا ظلم منا لو فعلنا ذلك معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ولم يقل يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق كل هذا تحرز من الكذب قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ما قال أن نأخذ إلا من سرق لأن يوسف عليه السلام يعلم أن بن يامين لم يسرق ولعل يوسف عليه السلام لم يخبرهم بحاله ولم يأمرهم بجلب أبيهم يومئذ إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبن يامين إذا انفردوا به في الطريق أو لأنه قد كان بين القبط والكنعانيين كما يقال في تلك المودة عداوة فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فصبر إلى أن وجد فرصة لذلك وعلى كل حال يبقى أن هذا تدبير الله وأمره جل وعلا وتقديره وكان الملك هنا قد أحسن إليه فلذلك كان يوسف ما أحب أنه يفعل شيء يساء به الظن فترقب وفاة الملك أو سعى في إرضاء ملك مصر أو أراد أن يستعلم من أخيه بن يامين في مدة انفراد به أحوال أبيه وأهله لينظر كيف يأتي بهم أو ببعضهم والله أعلم المقصود أنه يبقى أن الله لم يأذن له إلى الآن للكشف عن حاله وحين يأس إخوة يوسف من أن يسمح لهم بأخيهم قال الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سمع بعض الأعراب الآيات هذه قال لا إله إلا الله سبحان من أنزلها لأنه كلمات معدودة ولو أراد الإنسان أن يبسطها لجاءت بكلام طويل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا معنى الآية هنا لما أنهم أيسى إخوة يوسف من أن يسمح لهم بأخيهم انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم وهي جاءت بعبارة مختصرة في القرآن مؤجزة فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا نجيا يعني انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم في هذه النازلة العظيمة ماذا يفعلون مع أبيهم مع ما صنعوا معهم من قبل مع شيخوخته وكبر سنه وعظم مقامه ونبي من أنبياء الله ماذا يفعلون قال كبيرهم أكبرهم سنا أو رأيا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران الآن تفريطكم السابق في يوسف أو عدم إتيانكم وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق فليس لي وجه أقابل به أبي فليس لي وجه أقابل به أبي فهو غير مصدقنا فيما نخبرنا به من أخذ أخينا في سرقة صواع الملك فلا نبرح الأرض أي سأقيم في أرض مصر هذه ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أي في الانصراف إليه فجعل بقاه في أرض مصر علامة عند يعقوب يعرف بها أنهم صادقون في سبب تخلف بن يامين إذ لا يرضى كبيرهم أن يبقى غريبا لو لا خوفه من أبيه أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أن يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وأخذ بسرقته وما شهدنا إلا بما علمنا حيث رأينا الصواع استخرج من رحله وما كنا للغيب حافظين يعني لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا على ذهابه معنا وبذلنا المجهود في إقناعك وأعطيناك عهودنا وموثيقنا لكن ما كنا للغيب حافظين ما نعلم واسأل القرية التي كنا فيها يعني مصر إن شككت في قولنا أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة والعير التي أقبلنا فيها وأصحاب العير اطلعوا على ما أخبرناك به وكانوا جيرانا لهم من الكنعانيين من جيران يعقوب وإنا لصادقون لم نكثب ولم نغير ولم نبدل بل هذا هو الواقع فلما رجعوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وأخبروا بالخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم في هذه القرية كما اتهمهم في الأولى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي ألجأوا في ذلك للصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق ثم لجأ إلى ربه وتيقن الفرج لما رأى أن الأمر اشتد غاية الشدة قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الكبير وبنيامين ويوسف بدل ما الفقد كان لواحد صار الآن لثلاثة عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم بحالي في الحزن والضرار إلى إحسانه الحكيم في ابتلاء والذي جعل لكل شيء قدرا ولكل شدة نهاية حسب حكمته جل وعلا وأعرض يعقوب عن أولاده بعدما أخبروه وهيج حزنه على يوسف يا أسف على يوسف جدد له حزن الإبنين الحزن الدفين السابق قال سعيد بن جبير لم يعطى أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف قال قتاده يا أسف على يوسف أي يا حزناه على يوسف أضاف الأسف وهو أشد الحزن والحسر إلى نفسه لأنه مختص به وبيضت عيناءه من الحزن فهو كظيم بيضاد العينين ضعف البصر أو فقدانه يعني انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء من الحزن من هنا سببية الحزن لسببه البكاء الكثير الذي هو سبب بيضاد العينين والبكاء من الحزن أمر جبلي ولا يستغرب صدوره من نبي أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سنته مظهار الجزع والحزن عند المصائب والله أعلم فهو كظيم يعني مكظوم معناه مملوء من الحزن ممسك له لا يبثه بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال قتاده يردد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء فيعقوب عليه السلام من شدة حزنه وعظيم مصابه ما ساء ظنه بالله قط ولم يشك أمره إلى مخلوق قال له أولاد متعجبين من حاله تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني أتى هنا حرف قسم فيها معنى التعجب والمقصود من هذا اليمين الإشفاق على يعقوب عليه السلام بأنه سيصير إلى الهلاك بسبب عدم تنسيه مصيبة يوسف عليه السلام تفتأ تفتر يعني لا تفتر من حبه لا تفتأ فحذف حرف النفي لعدم اللبس يعني لا تفارق تذكر يوسف ولا تفتر من ذلك حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم والقوة مشرفا على الهلاك وأصر الحرض الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو من العشق أو من الهرم قال قتادة حتى تكون حرضا حتى تبلى أو تهرم أو تكون من الهالكين أو تموت وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه ومن شأ همومه وغمومه وفي جعلهم الغاية الحرض والهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في إدراكه مع علمه بأن يوسف حي ولم يمت إما بوحي من الله جل وعلا أو بفراسة صادقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك